وينضم إلينا مباشرة من بغداد عضو مفوضية الانتخابات السابق صفاء الموسوي صفاء تحية لك شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه النشرة هل يقلقك هذا العزوف من قبل المواطنين عن تحديث سجلاتهم الانتخابية نعم مساء الخير عليكم وتحية لكم وإلى مشاهديكم الكرام بالتأكيد موضوع العزوف اليوم عن تحديث البطاقة الانتخابية فضلا عن المشاركة في أصل العملية الانتخابية هو ربما واقع الذي أوجده هي عملية الفشل في الملفات السياسية الكثيرة سواء كانت الأمنية أم الخدمية أم غيرها ولكن باعتبار أن أصل أي تحول أصل أي تغيير منشود هو يتم عبر العملية الانتخابية وعبر صناديق الاختراع فأنه يجب على كل من يطمح إلى التغيير أن يقوم بتحديث بطاقته من أجل أن يضمن حقه في المشاركة في العملية الانتخابية بالتأكيد هذا الموضوع لا يقلقنا نحن فقط بل ربما يقلق قطاعات كبيرة ولذلك أنا أدعو بأنه جميع الناس الذين يرغبون في المشاركة في الانتخابات القادمة بأن يذهبوا لتحديث بياناتهم وأن يضمنوا فرصتهم في المشاركة بغض النظر سواء كانوا رغبوا في تأدية عملية الاختراع أم أحجموا عن ذلك لأنه الانتخابات حسب الدستور العراقي حق وليست واجب لكن لا بد على الناخبين أن يحدثوا بياناتهم لأنها عملية مهمة نعم سيد صفاء يعني إضافة للفشل السياسي ومدى تأثير على هذه الظاهرة ظاهرة العزوف هناك الكثير ممن لم يجدد بطاقته الانتخابية بسبب ما يعتبره عدم ثقة في العملية الانتخابية يعتقد أن التزوير وعدم النزاهة يعني صفتان ستبقى ملازمتين للانتخابات العراقية برأيك الإجراءات الأخيرة للمفوضية هل قللت من هذا القلق لدى المواطنين هل تم تبديد هذه الشكوك سيد الكريم نحن منذ عام 2018 يعني قبل إجراء انتخابات عام 2018 نبهنا كثيرا مجلس النواب ونبهنا كثيرا الحكومة إلى بعض الثغرات الموجودة في القوانين الانتخابية وبعض الإجراءات التي ربما تثير علامات الاستفهام لكنه لا أحد يسمع ولحد هذه اللحظة القرار بالنسبة إلى الخبراء المستقلين في موضوع الانتخابات هو قرار مغيب القرار هو قرار سياسي مجلس النواب يعمل على تحديث القوانين وخاصة ما يتعلق بقانون الانتخابات دون أن يحظى موضوع التشريع بالاستشارة الكافية للخبراء الانتخابين نحن نبهنا إلى الكثير من الملاحظات ولا تزال هذه الملاحظات قائمة في القانون الأخير يجب أن تعدل بعض الفقرات الموجودة في القانون الانتخابي لأنها تشكل فعلا مطبا كبيرا في حال لو بقي هذا القانون على ما هو عليه ويشكل إحراجا أيضا للمفوضية لأنه بعض المواد الموجودة بالقانون هي فعلا تخل بنزاهة الانتخابات وهذا الأمر يجب أن يكون من الأولويات التي يسعى لها البرلمان خصوصا بعد أن تأجلت الانتخابات إلى الشهر العاشر القادم القانون الانتخابي فيه الكثير من الثغرات ويجب أن يعدل إضافة إلى رفض المفوضية بالمتطلبات الخاصة بإجراء الانتخابات ودعمها ودعم إجراءاتها لأن هذا موضوع حيوي ومهم جدا لأجل أن تكون الانتخابات القادمة نزيهة وشفافة نعم طيب كيف يؤثر برأيك هذا الموقف السلبي من الناخبين بعدم تجديد بطاقاتهم على سير العملية الانتخابية على مصداقيتها بل وحتى نتائجها يعني موضوع يعني عدم وجود نسبة عالية من المشاركة كأكيد سيكون يعني عاملا سلبيا على الرغم من أنه لا يؤثر على أصل العملية انتخابية لأن كما ذكرت لكم بأنه الانتخاب حق وليس واجب في العراق ولكن هنا ملاحظة مهمة لجميع الناخبين على الرغم من وجود إحباط على الرغم من وجود انتكاسة لدى يعني بعض لدى قطاع كبير من الناخبين فإننا نؤكد على أن المشاركة هي مسألة مهمة جدا تحديث البطاقات يعد هو باب الشروع والدخول إلى العملية الانتخابية وبعد ذلك قرر أيها الناخب أنت من تختاره للعملية الانتخابية وبالتأكيد اليوم الانتخابات أيضا بعد الحراكة الذي حدث قبل عام التظاهرات أنه لا ينتهي فقط بالمشاركة الانتخابية لأن جهاز ديمقراطية تتيح عملية الاعتراض والاحتجاج على أي نتيجة ربما لا تكون مرضية طبعا إضافة إلى الطرق القانونية التي تسلك في هذا المجال من بغداد عضو مفوضية الانتخابات السابق صفاء الموسوي شكرا جزيلا لك